أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في درس جديد من دروس القراءة للصف التاسع ضمن برنامج التعلم عن بعد عنوان درسنا لهذا اليوم الصداقة الحقة للكاتب عدنان الطوباسي سنتناول اليوم إن شاء الله الجزء الأخير منه أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادراً على أن تدلل على سمات النص الأسلوبية والبنائية تحدد بعض الوسائل التي استخدمها الكاتب لجذب انتباه القارئ والتأثير فيه في البداية دعونا أعزائي الطلاب نسترجع ما درسناه في الحصة السابقة حول وجهة نظر الكاتب في الصداقة حيث تمثلت وجهة نظره في نقطتين الأولى أهمية الصداقة وضرورة الحفاظ عليها والثانية اختلاف الصداقة بين الماضي والحاضر ففي الماضي كانت حقيقية لا تخالطها المصالح أو المنافع أما في الحاضر فأصبحت بحثاً عنهما الهيكل البنائي للنص جاء نص صداقة الحقة على شكل مقال تكون من مقدمة عرض فيها الكاتب قضية الصداقة ومهد لها وكذلك من عرض وفيه تم عرض أفكار الموضوع مع ترتيبها منطقياً ودعمها بالأدلة والحجج وانتهى بخاتمة لخص فيها الموضوع وأكدت أهمية الصداقة سمات النص الأسلوبية أولاً توظيف الأدلة النقلية ما الأدلة النقلية؟ أحسنت هي الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والشعر والحكم والأمثال وأقوال العلماء وقد وظف كاتبنا الشعر ومثاله قول الشافعي سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا وكذلك وظف أقوال العلماء ومثاله قول الإمام الغزالي ثانياً الإشارة إلى آراء العلماء والخبراء ومثاله الإشارة إلى رأي ابن المقفع وكذلك الإشارة إلى رأي أرسطو ثالثاً الإشارة إلى الدراسات العلمية لاحظ الفقرة إن الصداقة كما جاء في إحدى الدراسات العلمية علاقة اجتماعية وثيقة إلى آخره رابعاً توظيف اللغة الفنية والصور البلاغية ألف التشبيهات والصور المعبرة اقرأ الفقرة ما نوع التشبيه في قوله والصديق الوفي كنز أحسنت تشبيه بليغ وما نوع الصورة في قوله فكفى بالصداقة روعة أنها تمنحك ثقة في نفسك وفي الآخرين بوركت إنها استعارة با الترادف والطباق والجناس والسجع اقرأ الفقرة عزيزي الطالب ما العلاقة بين كلمتي عدة ومعونة أحسنت إنها علاقة ترادف وكذلك بين كلمتي الرخاء والشدة بوركت إنها علاقة تباد أما بين كلمتي المعاشي والمعانت أحسنت سيكسبك العداوة حدد نوع الصورة الفنية فيما تحته خط في العبارة السابقة مبيناً أثرها في المعنى ما نوع الصورة في قوله يكسبك العداوة أحسنت خطاب المباشر اقرأ الفقرة عزيزي الطالب وحدد مواطن الخطاب المباشر فيها أحسنت لاحظ معي فحينما تتأمل وجوه الناس تتأمل خطاب مباشر وكذلك وتستمع إلى أحداثهم وتشعر أن الصداقة في هذا الزمان ثم أتى بضمير ظاهر للمخاطب فقال وأنت تسعى للعثور على صديق صدوق ثانيا توظيف أسلوب التوكيد اقرأ الفقرة وحدد أسلوب التوكيد فيها بوركت إن الصداقة إن حرف توكيد ونصب ما إعراب الصداقة عزيزي الطالب؟ أحسنت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لاحظ معي عزيزي الطالب أيضا كلمة خصائص ما نوع الهمزة فيها؟ أحسنت إنها همزة متوسطة كتبت على نبرة لماذا؟ أحسنت لأنها مكسورة وقبلها ساكن ثالثا توظيف الصورة الفنية التشبيه والاستعارة رابعا توظيف المؤثرات الصوتية الجناس والسجع خامسا توظيف الترادف والطباق وقد سبق التمثيل لها عزيزي الطالب فيما سبق من الدرس أنشطة الكتاب انتقل إلى الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة وأجب عن النشاط الثامن مستعينا بما جاء في الشرح إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس تذكر عزيزي الطالب عزيزة الطالبة الإجابة عن أسئلة التقييم الخاصة بهذا الدرس الإجابة عن أسئلة التقييم الأسبوعي وفي الختام أرجو لكم النجاح والتوفيق